بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق يجمعين الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء جل جلاله وعظمت آلاؤه وقدست أسماؤه وصفاته وأصلي وأسلم على أشرف بريته وسيدي رسله وخاتم أنبيائه وحبيبه من خلقه الولي المطلق والشفيع المطلق سيدي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الله عليه وآله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناع بنهيه فإن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه خلق كثير يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين من أحد أسباب الإحاطة بتفسير القرآن ومعرفة جو الآية هو معرفة أسباب نزول الآية الكريمة سبب النزول لماذا أنزلت هذه الآية أو فيما نزلت هذه الآية يعطينا إحاطة بالجو العام لمعنى الآية الكريمة ومراد الله كان الأعراب أو بعض الناس يأتون إلى المدينة المنورة يعلنون إسلامهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله يسلموا فإذا رجع أحدهم لدياره بعدما أسلم يرجع لبيتهم فبعضهم زوجاتهم حوامل لما يرجع يكتشف أن زوجته قد أنجبت ولدين فيفرح ويقول هذا بسبب الدين الذي دخلت فيه الآن زوجته حامل قبل لا يدخل للإسلام لكن بعدما أسلم زوجته أنجبت ولدا وكانوا يعتزون بالأولاد كانوا يبغضون أنه ينجبون بناتا لأنهم في بلاد كانت حروب عده فيستذقلون الأنثى حتى وبخهم الله عن قتلهم بناتهم خشية إملاق مو فلا أنجبت زوجته ولد قال هذا بشارة بسبب هذا الدين اللي الآن دخلت فيه وبعضهم إذا أنجبت فرسه مهرتين قال هذا بسبب الدين الذي دخلت فيه مو زوجته لا فرسه أنجبت مهرة وليس مهر بالعكس باحتبار إذا أنجبت مهرة رح تكثر أفراسه بس إذا أنجبت مهر هذا ما يقدر يكاثر فإذا أنجبت فرسه مهرة قال هذا ببركة الدين اللي أنا دخلت فيه هذا الدين بشارة خير علي فيتمسك بالدين فإذا بالعكس أنجبت زوجته بنتا كفر بالإسلام قال هذا الدين شؤم علي أنا ليش أنا دخلت بالإسلام بهذا الدين ويعطيني الله بنت ما يعطيني ولد أنا هذا الدين ما يريده فيكفر بالدين لماذا؟ لأنه زوجته جابت لبنت أو فرسه أنجبت له مهرا يعني أنجبت له حصان مو فرس فما يقدر يكاثرهم فما تزداد أمواله فإذا أنجبت فرسه مهرا خرج عن الإسلام قال لك هذا الدين شؤم علي أنا يا ربي أنا أسلمت وتعطيني مهر ما تعطيني مهرا القرآن أنزل هذه الآية على هؤلاء بخصوص هؤلاء قال ومن الناس من يعبد الله على حرفين يعني شنو حرفين؟ يعني على طرف الحاف إلى شعرة على شعرة فين أصابه خيرون؟ اطمعا إذا يجي خير هو داخل للدين على حرف يعني على طرف على الحاف إذا أصابه خير اطمعا قال إيه هذا من الدين وإن أصابه شرون وإن أصابته فتنتون انقلب على وجهه يعني يرجع كافر يخرج من الدين انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة هم الدنيا رح يخسرها هذا وهم الآخرة ذلك هو الخسران المبين هذه الآية تأسس إلى مسألة هو سبب النزول ذول الأعراب اللي كانوا خارج المدينة يأسلموا ويرجعون فإذا صار عندهم هذه الحالات اطمأنوا فإذا بالعكس خرجوا عن الدين سبب النزول هذا ولكن القرآن ما نزل فقط على أولئك وإنما هو دروس وعبر إلى آخر يوم القيامة لاحظوا ما هو المستفاد الدرس من هذه الآية أنه إحنا من الذي إذا أنجبت له زوجته بنتين يخرج من الدين لا إذن شنو هذا هذه الآية أيضا موجودة بيناتنا الآن بعض الناس عدنا مثل هذا المستوى هم يعبد الله على حرف شلون ينظر العلاقته مع الله سبحانه وتعالى علاقة مقايضة سامعين بعض الناس يقول يا ربي وأنا أصلي لك ليش تبليني هيك بلوة يا ربي أنا أصوم أنا روح ذي الحاج ليش أتمرض هيك مرض ليش أخسر تجارتي إشارة الله هذا مثل ذهولي هو ما يخرج من الإسلام بالضرورة بس يشارط ويقايض الله علاقة مع الله بالمقايضة أعطيك تعطيني إذا ما أعطيتني يعني شلون يصير يعترض على الله في حكمته يقول لي يا ربي أنا أصلي أنا أصوم معه لهك يسير فيني أخسر أموالي وأنا رحت للحاج خب وإذا رحت للحاج يعني ما تبتلى يعني ما تمتحى هذا الذي يعبد الله على حرف نفس الشيء الآن هم موجود في هذه المجتمعات للأسف كثير من المؤمنين يعترض على الله إذا بتحن ولذلك بعضهم يخسر حتى إيمان يخسر تدينة بمجرد أنه امتحان صغير وأنه أنا أعبدك ليش تبليني هيك بلوة لاحظ هذا يتأسس من عدة فهذه مسألة جدا مهمة أيها الأخوة والأخوات وهي الرعونة في الدين بعض الناس يأخذ الدين برعونة هرعا هذه رؤية بائسة للدين وكأن القضية تجارة ومقايضة مع أنه الدنيا مش هيك الآخرة نعم ماذا تفعل تجازى به في الآخرة أما الدنيا ممقايضة الدنيا تأخذ سلوك الله قيم الله يثيبك الله عليها في الآخرة ولكن في الدنيا يمكن تنتحل يمكن تبتلى إذا كان الامتحان علامة البغض إذا الله يبلي واحد يعني أبغضاه لم أبلغ الله لم أبتلى الله أنبياءه وإمته كل الأنبياء منغصين في هذه الدنيا كانوا منغصون في هذه الدنيا ممتنعا كانوا مبتلون من هنا على الإنسان أن لا يأخذ الندين برعونة بل خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذه بقوة يعني بحكمة بوعي وخير يا طير وإذا أصبت بخسارة في تجارة أو في مال أو في صحة هذا مو معناتها الله سبحانه وتعالى تركك هذا امتحان هذا غربال هذه المحنة الابتلاء الفتن هذه امتحان عليك أن تصبر وتحتسب وتعالج المشكلة فيعوذك الله أما بمجرد امتحان بسيط تخسر دينك وتعترض على إرادة السماء هذا ما احترامي هو أرعن في دينه كثير من الناس أي امتحان أي خسارة تجع عليه يعترض على الله ويشك بالدين وأنا ذكرت فت قصة عن واحد رجل كان رجل دين يقول أنا في مطار نيويورك أريد أسافر يقول جاء عندي رجل سوري قال لي أنت شيخ أنت شيخ مثل أحبابنا اللبنائيين تعامل شيخ قال أنت شيخ وليه إيانا شيخ قال يا شيخ أنا عمري ستين سنة خير إن شاء الله عمري طويل إن شاء الله ستين سنة قال لو صال لي خمسين سنة أنا ما داخل مسجد نص قرن أنا ما داخل مسجد ولا مصلي لله ركعة يقول قلت له ممكن أسألك لي قال إي أنا كان عمري عشر سنين آخر مرة صليت ودخلت المسجد كنا في اللاذقية هو ينقل يقول أنا رح أصلي في المسجد عمري عشر سنوات فأريد يوم جيت للمسجد شفت إمام الجماعة وصلاة الجماعة صلاة الجماعة الناس تتهيئة للصلاة يقول أنا عمري عشر سنوات أجي صليت بالصف الأول وقفت صلي بالصف الأول يقولوا متهيئين للصلاة ما شعرت إلا واحد أجي وسحبني من خلفي وقالت أخر كيف توقف بالصف الأول تمام الحق في صف الأول فسحبني يقول أنا في قلبي قلت إله ما يقبل أنا أصلي بالصف الأول أنا هم بعد ما أعبد فخرجت من المسجد ولم أصلي ذاكي يوم هذا يوم صال لي خمسين سنة يقول لم أدخل بيتا من بيوت الله ولم يصلي لله ركعة لماذا؟ لأنه ببساطة أخرجوه من الصف الأول في صلاة الجماعة اعترض على الله هذا يسمونه شنو؟ هذا يسمونه رعونة هذا يأخذ الدين برعونة وليس بحكمة ليس بقوة هناك بعض الناس تريد بس أي سبب حتى تخرج من الدين حتى تعترض على الله يا ربي أنا اليوم تصدقيت ليش أعملت حادث؟ يعترض وأنا أعملت أعطيت صدقة أشو ما نفعت الصدقة وصار حادث عدي يعترض على الله هذول من هذه القبيلة الآية ومن الناس من يعبد الله على حرفين يعني على طرف واقف بمجرد أن يشوف لسبب يخرج من الدين يخسرهن اللي يتعب عليهم عمللهم بقولة ذاك القائل دليت راح عمللهم دليت رأسا راحا ومن هنا الحذر كل الحذر ممن يعبد الله على حرف هذه الرؤية رؤية بائسة رؤية متخلفة رؤية نعم رعناء بل يجب على المؤمن أن يكون يأخذ الدين بقوة بحكمة بوعي قيل لأمير المؤمنين عليه السلام مولى الموحدين أمير المؤمنين عنده عبارة حقيقة تتحطم عندها كل مدركات البشر من سقراط وفلاطون ورسط إلى أبو علي السيناء وأمثالها الناشاء يقول لو كشف لي الغطاء مزددت يقينا أمير المؤمنين يقول أنا ما يحتاج أرى الملكوت وإنما أنا عندي يقين جبار بوحدانية الله ووجوده طيب سؤال هو أمير المؤمنين كان يوحى إليه لا من وين إجاء لهذا اليقين الفولاذ الحديد أمور رتبها بعقله الجبار وصل إلى أدرك الحقيقة ولذلك واحد يسأل أمير المؤمنين يقول له يا أمير المؤمنين بما وصلت لمن تهيت إليه أنت شلون صرت علي ابن أبي طالب يا علي ما هو سرك شلون وصلت لهذا المقام يا أمير المؤمنين اسمع إمامك أمير المؤمنين شنو يقول يا أمير المؤمنين بما وصلت إلى من تهيت إليه وين سرك فقال عليه السلام كنت بوابا على باب قلبي أنا كنت حارس على باب قلبي يعني شنو يعني أمير المؤمنين يقول أنا ما أسمح للخرافة تدخل ذهني وعقلي ما أسمح لأي واحد يفكر عني ما أسمح لأي واحد يلعب بعقائدي ويخرجني عن ساحة الله والمنطق والوعي ولذلك على الإنسان أن ينتبه لا تعير عقلك لغيرك لا تسمح لأحد يفكر عنك وإذا هو عدهد في جرك ورا قال كنت بوابا على باب قلبي أنا حارس أعرف هذه الكلمة تفيدني أدخلها هذه ما تنفعني أبطردها فبلغ بما مؤمن هو هذا بما وصلت إلى من تهنت إليه يا أمير المؤمنين قال كنت بوابا على باب قلبي ومن هنا بعض الناس للأسف وهي ظاهرة بدنا نشهدها كثيرا للأسف أقول بعض الناس إذا رأى واحد مثلا متصدي للدين أو متلبس بزي الدين أو متدين بحال للأحفاء متدين وجد عندنا حراف في سلوكيات منحرف منحرف يقول لك ها هذا الدين هتشي هذا متدين وهتشي يعمل إذن هذا الدين كله غلط يخرج من الدين أي دين عمي شوف هذولي اللي يدعون الدين كذا وكذا إذن هذا الدين كله شنو باطل هذولي من هذه الآية هذولي مصداق من يعبد ومن الناس من يعبد الله على حرفين هذا واقف هو بالأساس إيمان على شعره انحرف واقف على طرف ومن الناس من يعبد الله على حرفه قل طيب هذا الذي أنت رأيته منحرفا وزي زي ديني هو يدعي التدين وانحرف هذا ما لدخل بالدين دخل في سلوك هذا الإنسا ولذا رحم الله الإمام الخمين عند كلمة رائعة يقول أيها الناس إذا رأيتم متدينا أو متزينا بلباس الدين قد سرقكم فاعلموا أنه قد سرق الإسلام قبلكم هذا سرقنا قبلكم إذا شفت لك واحد يدعي التدين أو متصدي لقرار ديني وانحرف تقول ها هذا سارق لا هذا سرق الإسلام قبلك هذا انحرف هذا سرق شرعية الدين قبلك فإنه قد سرقنا قبلكم ما لا معنى أنت تنصدم بأصل الدين لا تزر وزره وزره أخرى إذا واحد خرج عن سلوكيات الحق أو شذ عن طريق السلوك الصحيح ما أمر الله به ورسوله هو يتحمل وزره أنت ما لك حق أن تعكس ذلك على أصل الدين ومادته وتقول ها إذا الدين غلط لا مصحح لا تكن ممن يعبدون الله على حرفين بل كن على وعي خذ الدين بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وليس أنه برعونه نعم على المتصدل الدين أو المتدين أنه يحاسب نفسه يعني هاي مو بس رجال الدين هذا حتى المتدين حتى اللي ظاهره التدين لا تصرف تصرف الناس تكره الدين بسببك حتى بين أولادك يعني واحد يقول الأبناء فرض واحد قاعد يتلفن عليه قل له شوف بابا جاو إذا سئلوا عني قلهم بابا ما موجود وطيب أنت قاعدة تعلم الكذب وبعدين إذا كذب عليك ابنك تعاقبه قل له الكذب حراء ما أنت كذبت أمامه نعم حتى في دارك في بيتك لا تكون سبب أنك الناس تخرج تتزلزل عقيدتها بالإسلام والدين العظيم لا تكون سببا في تضعيف هذا المسلك قيم السماء لا تكون سببا في أن تنصد من الناس بالقيم السماوية ولذلك على المؤمن أن يعين الناس وأن لا يكون للشيطان عونا عليه يجوني يخاف الله فيه إذن هذه الآية المباركة ومن الناس من يعبد الله على حرفين فإن أصابه خير اطمعن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نعم شوفوا تعبير الآية وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة يعني مو بس الآخرة يخسرها لا حتى الدنيا ليش لأن الناس تعاملت وياك على أنك أنت متدين تبايعك تزوجك تشتري وياك تطلع وياك تسافر معاك فلما يشوفون خرجت عن هذا المسلك الناس بعد تقول لك إحنا اللي سحبنا إليك الدين فأنت طلعت ما عندك هذا الشيء يتركوك بالدنيا وبالآخرة هم تخسر لا حتى يعني مو بس بالآخرة حتى بالدنيا أنت يا من تتزيب الدين يا من تظهر التدين عليك إذا خسرته ما راح تخسر فقط في الآخرة حتى بالدنيا لأن الأتباعك الناس اللي حواليك الناس يتعاملوا إنما تبعوك لله غرتهم لحيتك وسبحتك مو فإذا أنت غدرت به هم بعد ما يتعاملوا من أياه ولذلك القرآن يقول خسر الدنيا وخسر الآخر أسأل الله سبحانه أن لا يجعلنا نعم سببا لتضعيف الدين نستجير بالله وأن تنصدم الناس منا وبالتالي تنصدم الناس من الدين وهذا السلوك نتيجة السلوك غير مدروس ومن هنا أدعو جميع المؤمنين على كافة أشكالهم تكلفاتهم مسؤولياتهم أن يحفظوا الله في أنفسهم ثم يحفظونه بين الناس أنت لازم تحافظ على نفسك لا تتناقض نفسك أحفظ الله يحفظك الله إن شاء الله تعالى نحافظ على هذه القيم السماوية العظيمة ويجعلنا ممن يستمعون القاول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصماد لم يليد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد وصل اللهم على محمد وآل محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر